اشتركوا في القناة سنوضح كيف تتكون الرابطة الايونية نستنتج مفهوم المركب الكيميائي ثم تطبيق لهذه المفاهيم سنقوم بكتابة المعادلة الكيميائية وذلك بالتمثيل بالرسم والتمثيل النقطي لابد لنا هو أن نتطرق إلى تقويم المعرفة السابقة من خلال ما درسناه سابقا نعرف أن هناك قائمة كثيرة حول التغيرات الكيميائية في حياتنا العامة منها تحويل الكربوهيدرات إلى سكر في الفم احتراق الوقود صدى الحديد احتراق الورق قل تلك التغيرات التي تحدث في حياتنا العامة ما هي إلا نتيجة لكسر روابط كيميائية أو تكوينها في درسنا اليوم سنتطرق إلى بعض المفاهيم من ضمنها المركب الرابط الأيونية الرابط الفلزية الأيون التكافأ الرابط القطبية الجزي المجموعة الذرية الرابط التساهمية المجموعة الكيميائية كل هذه المفاهيم سنتطرقها خلال حلقة اليوم والحلقات التالية الذرات تكون روابط مع غيرها من الذرات وذلك باستخدام إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي وذلك بأربع طرق نركز هنا أن الروابط التي تتكون باستخدام إلكترونات آخر مستوى في الذرة بأربع طرق ما هي تلك الطرق؟ قد يكون بفقد الإلكترونات قد يكون باكتساب الإلكترونات أو قد يكون بالإنجذاب أو قد يكون من خلال مشاركة مع عنصر آخر هي أربع طرق سنتناول اليوم طريقة من هذه الطرق السوديوم فلز فضي اللون وهو شديد التفاعل عند إضافته إلى الماء أو الكلور كما نلاحظ من خلال هذه الصورة فالسوديوم يتميز بأن لونه فضي لين يمكن قطعه بالسكين كما نلاحظه في هذه الصورة أما الكلور فهو غاس عنصر لا فلزي لونه أخضر وهو غاس سام فما الذي يجعله شديد التفاعل السوديوم مع الكلور لابد لنا أن نتطرق إلى ما تم تناوله في الحصص السابقة وذلك لفهم التعلم اللاحظ فالفلزات القلوية كما تعلمناها هي عناصر المجموعة الأولى تبتدأ بالهايدروجين ثم الليثيوم ومن ثم السوديوم سنأخذ بعض المعلومات عن هذه العناصر أولا عناصر هذه المجموعة لها إلكترون واحد فقط في مستوى الطاقة الخارجي فلو نلاحظ عناصر المجموعة الأولى المستوى الخارجي يحتوي على إلكترون واحد لذلك سميت هذه العناصر بعناصر المجموعة الأولى اعتمادا على إلكترون المدار الخارجي المعلومة الثانية ينفصل هذا الإلكترون عنها عند تفاعلها مع عناصر أخرى عندما يتفاعل هذا العنصر مع أي عنصر آخر راح يكون التفاعل بانفصال هذا الإلكترون في المستوى الخارجي كلما كان فصل الإلكترون سهلا كان العنصر أكثر نشاطا وتفاعلا لذلك نلاحظ في معناصر المجموعة الأولى هناك سهم يبين لنا كلما انتقلنا من أعلى إلى إلى أسفل يزداد نشاط الفلزات القلوية ترى لماذا؟ هناك سؤال ممكن أن يذكر في الامتحان فالسر يزداد نشاط الفلزات القلوية كلما اتجهنا إلى أسفل المجموعة فلنأخذ مثال عنصر الصوديوم ما هو السبب؟ لنفكر قليلا نلاحظ في هذه المجموعة كلما انطلقنا إلى أسفل يزداد مستوى طاقة جديد بمعنى أن الصوديوم يحتوي على ثلاث مستويات طاقة ولكن عنصر المجموعة الأولى مستوى طاقة واحدة إذن لذلك نلاحظ الآن نحن نبتعد عن النوى فلماذا يزداد النشاط؟ وذلك بسبب بعد مستوى الطاقة الخارجي عن النوى لذا فإن الطاقة اللازمة لفصل هذا الالكترون عن المستوى الخارجي البعيد تكون أقل من فصل الالكترون وهو قريب من النوى فهنا يكون صعب علينا سهل علينا أن ننزع الالكترون من المدار اللي هو الخارج لاحظوا هنا المسافة بين النوى وبين مستوى الطاقة الخارجي نلاحظ أن الترابط أقل فالطاقة لفصل هذا الالكترون هنا تكون سهلة جداً لأن الترابط قليل فبالتالي يزداد نشاط الفلزات القلوية نأتي الآن إلى مجموعة الهالوجينات مجموعة الهالوجينات وهي المجموعة 17 طبعاً سميت بالمجموعة 17 مدارها الخارجي يحتوي على 7 إلكترونات فأطلق عليها بالمجموعة 17 نأخذ بعض المعلومات عن هذه العناصر أولاً تسمى عناصر المجموعة 17 بالهالوجينات كما ذكرنا ثانياً تحتاج عناصر هذه المجموعة إلى إلكترون واحد لكي تصل إلى حالة الاستقرار فلو تطرقنا إلى عنصر الكلور نلاحظ مستوى الطاقة الخارجي يتواجد به 7 إلكترونات ونحن نعرف أن مستوى الطاقة الخارجي لكي يكتمل بثمان إلكترونات يحتاج إلى إلكترون واحد ليصل إلى حالة الاستقرار ويزداد نشاط الهالوجين كلما اكتسب إلكترون بسهولة نلاحظ هنا كلما نزلنا إلى أسفل ماذا يحدث إلى نشاط الهالوجينات؟ يقل هناك سبب ما هو هذا السبب؟ طبعاً نلاحظ هنا معلومة أخرى لم نتطرق إليها أن الفلور هو أكثر الهالوجينات نشاطاً لأن مستوى طاقته الخارجي أقرب إلى النوى لو نلاحظ هنا الفلور المسافة قريبة بين النوى ومستوى الطاقة الخارجي فعملية اكتساب الإلكترون تكون هنا جداً سهلة فجذب الإلكترون يكون أسهل وكلما نزلنا يقل النشاط لأن المسافة بين النوى والمدار الخارجي تكون أبعد لذلك عندما نلاحظ هذا السؤال فسر يقل نشاط الهالوجينات كلما اتجهنا إلى أسفل المجموعة فما السبب؟ السبب يكمن في ابتعاد المستوى الخارجي عن النوى ونحن نعرف كلما نزلنا أسفل الجدول الدوري ينضاف مستوى طاقة جديد فنكون أكثر ابتعاداً عن المستوى الخارجي من النوى ولهذا يكون لبروم أقل نشاطاً من الفلور طبعاً الفلور في بداية المجموعة يكون أكثر نشاطاً ولكن بعد ذلك بعد الكلور سيأتي في الجدول الدوري لبروم فيكون أقل نشاطاً من الفلور لذلك نصلت النظر الآن على السوديوم والكلور طبعاً كما نلاحظ على هذه الشريحة بأننا تطرقنا إلى اللهوة رسم مستويات الطاقة فلو نلاحظ هنا السوديوم يحتوي عدده الذري على 11 إلكترون عندما نقوم بتوزيع الإلكترونات في مستويات الطاقة سنأخذ في المستوى الأول إلكترونان أما المستوى الثاني ثمانية والمستوى الأخير إلكترون واحد فنلاحظ أن هذا الإلكترون يفقد لكي تصل هذه الذرة إلى حالة الاستقرار الإلكتروني فلاحظوا معي هنا إلكترون واحد من السهل عليه أن يفقده عندما يفقد إلكترون من مستوى الطاقة الأخير سيكون توزيعه الإلكتروني أقرب إلى الغاز النبيل النيون فنلاحظ عندما نفقد إلكترون واحد سيكون التوزيع الإلكتروني مقارب إلى النيون ونحن نعلم أن عناصر مجموعة الغازات النبيلة هي عناصر مستقرة لأن لو تلاحظون المستوى الأول هنا مستقر بإلكترونان المستوى الثاني مستقر بثمان إلكترونات ذرة الكلور نلاحظ تركيبها الإلكتروني طبعاً درة الكلور عددها الذري 17 أي عندما نقوم بتوزيع الإلكترونات سنوزع إلكترونان في المدار الأول وثمان إلكترونات في المدار الثاني وما تبقى في المدار الأخير فالمدار الأخير لما نلاحظ عدد الإلكترونات هي 7 أي محتاج ليكتمل هذا المستوى اكتساب إلكترون واحد وبالتالي سيصل إلى أقرب غاز نبيل مستقر في عناصر المجموعة المستقرة وهو غاز الأرجون أو الأرغون من خلال الشكل ومن خلال التعلم بالصور نلاحظ كيف تصبح الذرة موجبة الشحنة أو سالبة الشحنة نحن دائماً نقول الذرة عندما نقول مصطلح الذرة نقصد به أن الذرة متعادلة كهربائياً ماذا يقصد بأن الذرة متعادلة كهربائياً؟ ذرة الصوديوم لها عدد ذري يقدر بـ 11 فإذا كانت هذه الذرة متعادلة أي عدد الإلكترونات يكون مساوياً إلى عدد البروتونات داخل النواة فبالتالي تكون الذرة هنا متعادلة فترسم بالرسم بهذه الطريقة المدار الأول إلكترونان المدار الثاني ثمانية ويبقى إلكترون في المدار الخارجي طبعاً نلاحظ هنا في هذه الرسمة أن في لز الصوديوم يحتوي على نقطة هذا طبعاً يكون التمثيل النقطي التمثيل النقطي ما هو إلا رمز للعنصر يوجد عليه إلكترون المدار الأخير عندما يفقد هذا الإلكترون في المدار الأخير ستحول الذرة إلى أيون من خلال هذه الصورة أيون موجب لماذا أيون موجب يا ترى؟ نلاحظ هنا أن هذه الذرة متعادلة أي أن عدد الإلكترونات يساوي إلى عدد البروتونات داخل النواة ولكن عندما تفقد هذه الذرة هذا الإلكترون سيكون عدد الإلكترونات هنا أقل من عدد البروتونات لأن عدد البروتونات هنا داخل الدرة 11 فقدت الذرة إلكترون أصبح الآن عشرة لذلك قلت عدد الإلكترونات ووصلنا إلى أن يكون أيون موجب أي أن عدد البروتونات داخل النواة هنا أكثر وإلكترون واحد فقد كما نلاحظ هنا في الصورة ولكن عندما ننتقل الآن إلى ذرة لكلور ذرة لكلور عددها الذرة 17 أي أن مدارها الخارجي سيحتوي على سبع إلكترونات كما نلاحظ هنا هذا المدار اللهوى الخارجي يحتوي على سبع إلكترونات والمدار اللهوى قلنا المدار الأول يستقر بإلكترونين المدار الثاني يستقر بثمانية المدار الثالث أيضا يستقر بثمانية إذن سبع إلكترونات فهو محتاج إلى اكتساب إلكترون واحد لكي يستقر في هذه الحالة سيتكون لنا هنا من هذا الشكل أيون سالب لماذا أيون سالب؟ لأن الذرة هنا اكتسبت إلكترون أي أن الآن عدد الإلكترونات زاد عن عدد البروتونات داخل النوى إذا كانت البروتونات 17 الآن ستصبح عدد الإلكترونات أكثر 18 ستكون الآن فهنا سنلاحظ ذرة الكلور تحولت إلى أيون سالب طبعا هذه الرسمة توضح لكم التمثيل بالرسم والتمثيل النقطي سنلاحظ ملاحظة جدا هامة هنا في التمثيل النقطي نركز على إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي فحينما تفقد الذرة إلكترونات المستوى الخارجي سيكون المستوى الخارجي فاضي لا نلاحظ أي شيء من النقط حول أيون السوديوم في حين أن الذرة عندما تكتسب إلكترون واحد فراح نلاحظ هنا ثمان إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي لأنه هو الذي اكتسب هذا المستوى هو الذي يمثل بالنقط هنا فلاحظنا الفرق بين الأيون الموجب والأيون السالب يا ترى ما المقصود بالأيون من خلال ما تعلمناه سابقا من الصورة نلاحظ أن مختصر لما ذكر سابقا بأن ذرة الصوديوم عندما تفقد إلكترون تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى أيون موجب الإلكترون فقد هنا فتحولت إلى أيون موجب في حين أن ذرة الكلور عندما تكتسب إلكترون ستتحول إلى أيون سالب فتكون لنا هنا أيونان فالمقصود بالأيون هنا تتكون الأيونات عندما تفقد أو تكتسب العناصر عندما تفقد أو تكتسب العناصر الإلكترونات نركز فقط على الإلكترونات فالذرة التي تفقد أو تكتسب إلكترونا لا تكون ذرة متعادلة نحط خطين على هذا المصطلح الصوديوم عندما لا يكون عليه أي شحنة موجبة أو سالبة يكون ذرة متعادلة أي عدد الإلكترونات الموجودة حوالي النواة تساوي إلى عدد البروتونات داخل النواة عندما تفقد إلكترون ستتحول إلى ماذا؟ إلى أيون موجب فتصبح بعد ذلك أيون من خلال الشكل التالي يوضح لنا مفهوم جديد ونوع من أنواع الروابط الكيميائية فنلاحظ أن الصوديوم عندما يفقد إلكترون وهو الممثل باللون الأصفر سيتحول إلى أيون موجب في حينما ذرت الكلور عندما تكتسب هذا الإلكترون ستتحول إلى أيون سالب وبالتالي سيرتبط الأيونان مع بعض مكونا لنا رابطة جديدة فما المقصود بالرابطة الأيونية؟ الرابطة الأيونية هي قوى الجذب التي تربط بين الأيونات المختلفة نحن نعرف أن هناك قوة جذب تكون بين الأيون الموجب والأيون السالب فتتكون لنا رابطة جديدة وهي الرابطة الأيونية نوع من أنواع الترابط بين العناصر سبق لنا وذكرنا بأن هناك عناصر ترتبط من خلال الفقد أو الاكتساب فهنا لنا مثال اليوم في الصوديوم والكلور الصوديوم فقد إلكترون والكلور اكتسب هذا الإلكترون ليكونان رابطة أيونية طبعا هنا كما نعرف هذا التمثيل بالنقاط فالتمثيل بالنقاط نعيد مرة أخرى ما هو إلا تمثيل لرموز العناصر الداخلة في التفاعل مع وضع نقاط مستوى الطاقة الخارجي فقط فنلاحظ هنا ذرة الصوديوم عندما كانت ذرة متعادلة مدارها الخارجي يحتوي على إلكترون واحد بينما الكلور عندما كانت ذرة متعادلة مدارها الخارجي يحتوي على سبع إلكترونات إذن نلاحظ أن ذرة الصوديوم لكي تستقر وتصل إلى الاستقرار الإلكتروني ستتخلى عن الإلكترون بفقده في حين أن ذرة الكلور لكي تستقر وستكتسب هذا الإلكترون فيمثل لنا بالتمثيل النقطي أيون موجب وأيون سالب أيون فقد ومداره الخارجي أصبح فارغاً وأيون اكتسب مداره الخارجي ممثل بثمان إلكترونات فمن خلال الشكل الآتي كيف نصف نشأة الرابطة الأيونية؟ نصفها كالتالي بأن الرابطة الأيونية تنشأ بين ذرتين مختلفتين بالشحنة ذرة فقدت وذرة اكتسبت إلكترون من خلال ما سبق تم التوصل إلى أن الصوديوم يتفاعل مع الكلور فهو شديد التفاعل وينتجان بلورات بيضاء تسمى كلوريد الصوديوم هذا شكلها وهذا شكلها طبعاً الكيميائي عندما نتصور شكل البلوري إلى كلوريد الصوديوم طبعاً كما نعرف كلوريد الصوديوم هو الإسم الكيميائي أما الإسم الذي متداول لدينا في حياتنا العامة ملح الطعام فما المقصود بالمركب؟ المركب هو مادة نقية تحوي عنصرين أو أكثر العنصرين اليوم ضيفاء حلقتنا اليوم هو الصوديوم والكلور طبعاً نلاحظ شيء مهم في المركب المركب مادة نقية تحوي على عنصرين أو أكثر مرتبطين برابطة كيميائية ما نوعها أيونية إذن كأنما الآن شرحنا رابطة لننشأ شيء جديد وهو المركب مفهوم جديد ولد من مفهوم الرابطة الأيونية ألا وهو المركب إذن الآن كلوريد الصوديوم هو ملح الطعام مركب يتكون من عنصرين هما الصوديوم والكلور الصوديوم فقط إلكترون لكي يرتبط مع الكلور والكلور اكتسب هذا الإلكترون وارتبط مع بعض ليكوناه مركب ملح الطعام في هذا السؤال بيّن بالرسم وبالتمثيل النقطي كيفية ارتباط كل من ذرة المغنيسيوم وعددها الذر 12 مع ذرة الأكسجين وعددها الذر 8 لتكوين مركب جديد أيضا أكسيد المغنيسيوم طبعا كما نلاحظ مركب مركب هو الذي ينشأ نتيجة للرابطة الأيونية أكسيد المغنيسيوم نلاحظ الآن التوزيع الإلكتروني للمغنيسيوم كالتالي طبعا 12 إلكترون المدار الأول إلكترونان المدار الثاني 8 إلكترونات ظل إلكترونان نضعهم في مستوى الطاقة الخارجي الأكسجين المدار الأول إلكترونان المدار الثاني كما نلاحظ 6 إلكترونان عيننا على المدار أو مستوى الطاقة الأخير هنا إلكترونان وهنا 6 إلكترونان إذن بديهيا سوف أتطرق إلى أن هذا المدار لكي يكمل مدار استقراره الإلكتروني يحتاج إلى إلكترونان من وين راح ياخدهم؟ شي طبيعي راح ياخدهم من شنو؟ المغنيسيوم فالمغنيسيوم راح يفقد إلكترونين وراح لهوة يكتسبهم بتكتسبهم ذرة الأكسجين لتتحول إلى أيون فنلاحظ هنا بأن ذرة المغنيسيوم عندما تفتقد إلكترونان ستتحول إلى أيون ولاحظوا معاي هنا حطينا رقم 2 معناته إن ذرة اللهوة المغنيسيوم فقدت إلكترونان فتحولت إلى أيون موجب وعدد الإلكترونات التي تم فقدها هي ماذا؟ 2 ثم الذرة الثانية اكتسبت هذان الإلكترونان فتحولت إلى أيون سالب فلاحظوا هنا وضعنا الإلكترونين التي تم فقدهم من هذه الذرة لما نترجم هذا الرسم إلى تمثيل نقطي شي طبيعي إعادة مرة أخرى إلى ما ذكره سابقا بأن المغنيسيوم سوف نضع رمزه وبالتالي إلكترونات المستوى اللهوة الخارجي أما الأكسجين فمستوى الخارجي 6 إلكترونات فنلاحظ هنا عندما يفقد هذا الإلكترونان تتحول الذرة من مغنيسيوم ذرة متعادلة إلى أيون المغنيسيوم وهو طبعا فقد إلكترونان ففي هذه الحالة نحصل على أيون موجب إلى المغنيسيوم أما الأكسجين يكتسب الإلكترونان فلو تلاحظون هنا درة الأكسجين مستوى الطاقة الخارجي يحتوي على ثمان اكتمل ويأخذ لهوة الأيون السالب واثنين طبعا رمز إلى الإلكترونين اللي انضافه هنا في هذه الدرة نأخذ الآن مثال آخر ولكن قبل أن نأخذ مثال آخر هناك ملاحظة عندما نتكلم عن المغنيسيوم والأكسجين سنلاحظ أن المغنيسيوم عنصر فلزي والأكسجين عنصر لا فلزي فدائما المركبات الأيونية تتكون من عنصر فلزي وعنصر لا فلزي ودائما العنصر الفلزي هو الذي يفقد والعنصر اللافلزي هو الذي يكتسب فهذه معلومة نركزها على أساس نعرف دوع الرابطة التي ستنتج بعد ذلك لدينا مثال آخر بيض بالرسم وبالتمثيل النقطي كيفية ارتباط كل من ذرة الكاليسيوم وعددها الذر 20 مع ذرة الأكسجين وعددها الذر 8 لتكوين مركب جديد أيضا نركز على كلمة مركب أكسيد الكاليسيوم أكسيد الكاليسيوم طبعا نمثل الكاليسيوم لو نلاحظ أن عدده الذر 20 فالمدار الأول يأخذ إكترونان المدار الثاني 8 المدار الثالث أيضا 8 وما تبقى في مستوى الطاقة الخارجي أما درة الأكسجين كما تطرقنا إليها سابقا هذا شكلها طبعا عين مرة أخرى على مستوى الطاقة الخارجي مستوى الطاقة الخارجي يحتوي على إلكترونان مستوى الطاقة الخارجي يحتوي على 6 إلكترونان إذن محتاج إلى ماذا؟ إلكترونين من أين راح يحصل عليهم؟ من فقدهم من خلال الكاليسيوم لأن ذرة الكاليسيوم لكي تستقر إلكترونيا تفقد إلكترونان لتصل إلى حالة الاستقرار وتتحول إلى أيون موجب مستوى الطاقة الخارجي لا نضعه في الرسم موجب 2 لأنه فقد إلكترونين اكتسبته ذرة الأكسجين بهذا الشكل نضع في المستوى الخارجي الإلكترونين اللي اكتسبوا ونضع لهوة سالب 2 لأنها تحولت إلى الأكسجين من ذرة متعادلة إلى أيون سالب الشحنة ها هو التمثيل النقطي التمثيل النقطي الكاليسيوم يمثل هكذا إلكترونين في المستوى الطاقة الخارجي الأكسجين 6 إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي ثم بعد ذلك نلاحظ هنا الترابط طبعا الأقواص مهمة لأن الأقواص تبين لنا ترتيب والترابط بين العناصر وسهل علي أن أحط الأيون اللي تكون فالكاليسيوم تكونت عليه شحنة موجبة وفقد المستوى الأخير أما الأكسجين فتكونت لدي ثمان إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي فوصلنا إلى الاستقرار الإلكتروني واضح؟ آخر مثال سنذكره اليوم هو كلوريد المغنيسيوم لاحظوا معي في هذا السؤال تطرق إلى أن أوضح الترابط بين ذرة مغنيسيوم وبين ذرتين كلور لو نلاحظ في الأمثلة السابقة مجرد ذرتين الآن ذرة مع ذرتين يعني المجموح ثلاث ذرات دخلت في تكوين مركب إكلوريد المغنيسيوم وبنتطرق طبعا إلى في الدروس القادمة إلى الصيغة الكيميائية إلى إكلوريد المغنيسيوم بتلاحظون أن الصيغة الكيميائية عبارة عن كلوريد المغنيسيوم ذرتين من شنو؟ ذرتين من الكلور يعني هذا يمكن بيكون في التعلم اللاحق ولكن طرقت إليه في هذا الشرح لأن الصيغة الكيميائية تمثل لنا الترابط اللي اليوم إحنا قاعدين نشرحها يعني هنا بتعرفون أن ليش ذرتين كلور اتحدت مع ذرة واحدة من المغنيسيوم فلاحظوا هنا المغنيسيوم توزيعه اللي هو الإلكتروني 12 إلكترون فوزعنا بهذه الطريقة إلكترونين في المستوى الأول وثمانية في الثاني وإلكترونين في المدار الأخير أما الكلور ذرتين تتكرر كل ذرة طبعا توزيعها الإلكتروني 17 إذن المدار الخارجي 7 إلكترونات بما أن 7 إلكترونات فنحن نعرف أن المستوى الطاقة الخارجية يستقر بإلكترون واحد فبتكون هذه الذرة محتاجة إلى إضافة إلكترون واحد وأيضا هذه الذرة أيضا محتاجة إلى إضافة إلكترون واحد من وين راح تحصل عليهم شي طبيعي من ذرة اللي هي المغنيسيوم فذرة المغنيسيوم تفقد الإلكترونين لتتحول إلى ماذا أيون موجب يوضع في الوسط أما الذرتين توضع على جنب الأيون الموجب كل ذرة من الكلور اكتسبت إلكترون واحد تكونت عليها شحنة شنو سالبة فلو تلاحظون هذا الشكل يمكن يبين لكم الترتيب إلى لهوة ترتيب المركب شكله يعني لهوة كيف يتركب المركب من ذرة واحدة مع ذرتين لهوة شنو باللكلور طبعا أما بالنسبة للتمثيل النقطي التمثيل النقطي المغنيسيوم هذا رمزه فقد مستوى الطاقة الخارجي لأن إلكترون من هنا راح إلى هنا وإلكترون من هنا راح إلى هنا هكا هما الحمران اللي هنا زي فصار موجب اثنين لأنه فقد إلكترونان إلكترون اكتسب هنا وأصبح سالب إلكترون اكتسب هنا وأصبح سالب إذن هذه هي حلنا إلى لهوة الرابطة الأيونية شكرا لحسن استماعكم أعزائي الطلبة مع رابطة جديدة في حلقة أخرى إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة